ما بعد فالإنسان زين الله سبحانه وتعالى له كثير من الأمور المادية المتعلقة بالحياة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ألي عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث كل هذه الأشياء المادية زينها الله سبحانه وتعالى في فطر الناس فالكل يبحث عنها ويسعى لاكتسابها في الحياة العامة قد يفقدها الإنسان قد يخسر تجارته قد يموت عليه بعض أقاربه وأحبابه قد يخسر شيء من أرضه من مزارعه إلى آخره فالنبي عليه الصلاة والسلام يهون كل هذه الخسائر المادية في مقابل صفات ذاتية مركبة في ذات الإنسان لو خسرها هي تلك الخسارة الحقيقية أن يفقد الإنسان ذاته أما لو خسر هذه الأشياء المادية فلا خوف عليه إذا كان مكتسب للصفات الذاتية لأن بهذه الصفات الذاتية سوف يحقق ذاته يمكنك أخي عبد الحكيم تسهل عن هذه الصفات الأربع وهذا يعني اللي كان بالتأكيد هو سؤال من يشاهدنا وش الأشياء اللي ممكن لو فقدتها فعلا أحسست بأنني فقدت قيمتي وفقدت ذاتي هذه الصفات الأربع وجدتها في حديث واحد هذا الحديث أخرجه الحاكم والإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والطبراني والبيهقي عن العباد إلى الثلاثة عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر بن خطاب و عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا يعني هذه الصفات الأربع إذا كانت فيك فلا عليك ما فاتك من أمور الدنيا المادية كلها ما هي هذه الصفات الأربع قال عليه الصلاة والسلام أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث و حفظ الأمانة و حسن الخلق و عفة مطعم هذه الصفات الأربع إذا كانت موجودة في الشخص مهما خسر من الأشياء المادية في دنياه يمكن بواسطتها أن يكون محبوبا للناس وأن يعوض عن طريق هذا الحب وهذه المعاملات الصادقة مع الناس أن يعوض كل خسائره المادية وأن تكون له قيمة في مجتمعه لأنه محبوب نظرا لهذه الصفات التي جبل عليها أو التي اكتسبها في حياته بخلاف الشخص المتصف بضد هذه الصفات فهو إنسان منبوذ في المجتمع ولو ملك الأشياء المادية فلا يجد له قيمة في مجتمعه وبين الناس من حوله بسبب يعني تخيل شخص كذاب شخص خائن للأمانات التي يتولاها شخص سيء الخلق متكبر فاحش سباب لعان تخيل شخص يعني لا يبالي في المال الذي يكتسبه من أين اكتسبه من حل أو من طريق حرام مثل هذا الشخص بهذه الصفات السيئة غالب النفوس تنفر منه وليس له قيمة حقيقية في المجتمع فهو فقد ذاته بخلاف الشخص الصادق الأمين حسن الخلق المتعفف في مطعمه وملبسه ومشربه هذا الشخص له قيمة في مجتمعه ويكسب بهذه الصفات يكسب بها ذاته سنبسط الكلام